أهلا بكم سنة 6 اتدائي في درس جديد من دروس مادة الدراسات الاجتماعية هنحل إن شاء الله مع بعض تدريبات سلاحة الميزة على شخصيات المحور الأول الفصل الدراسي الأول على قناة العلم والمعرفة السؤال الأول أتمن العبرات الآتية بما يناسبها من كلمات رقم واحد ولد الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق رضي الله عنه في مدينة أقوله طبعا مدينة مين مكة السؤال الثاني سمي العام الذي ولد فيه الرسول صلى الله عليه وسلم باسم عام أقوله الفيل السؤال رقم ثلاثة كان الرسول صلى الله عليه وسلم يذهب لغار حراء من أجل أقوله إيه التعبد والتأمل السؤال رقم أربعة تزوج النبي صلى الله عليه وسلم من ابنة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وهي السيدة أقوله عائشة رضي الله عنه السؤال رقم خمسة أنجز أبو بكر الصديق رضي الله عنه خلال توليه الخلافة فمشروعا عظيما للإسلام وهو جمع طبعا جمع إيه القرآن الكريم السؤال الثاني أكتب كلمة صواب أمام العبارة الصحيحة وكلمة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة رقم واحد واجه الرسول صلى الله عليه وسلم العديد من الصعوبات في نشر الدعوة الإسلامية هذه العبارة صحيحة طبعا وجه هذه الصعوبات بإيه بالصبر وبالحكمة سؤال رقم اتنين كان الرسول صلى الله عليه وسلم يأخذ بأراء زوجاته في شؤون عدة يعني كان الرسول صلى الله عليه وسلم بيأخذ برأي زوجاته في شؤون كثيرة أقوله العبارة صحيحة سؤال رقم ثلاثة أول من أسلم من الرجال هو عبد الرحمن ابن عوف أقوله العبارة إيه خطأ طبعا أول من أسلم من الرجال سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه سؤال رقم أربعة فشل أبو بكر الصديق رضي الله عنه في استعادة وحدة الدولة الإسلامية بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم أقوله العبارة خطأ السؤال رقم خمسة اهتم أبو بكر الصديق رضي الله عنه برعاية الفقراء والمرض هذه العبارة صحيحة السؤال رقم ثلاثة اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين رقم واحد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يستشيرهم في كثير من الأمور المتعلقة بالدولة الإسلامية زعماء قريش الصحابة قبائل عرب الخوارج أقول له طبعا مين الصحابة الصعر رقم اثنين توفي الرسول صلى الله عليه وسلم في نقطة المدينة مكة الطائف الشام طبعا أقول له توفيها في المدينة الصعر رقم ثلاثة كان اهتمام أبي بكر الصديق رضي الله عنه بالفتوحات يتركز على بلاد الحبشة وفارس الشام والمغرب النوبة وأرمينيا العراق والشام طبعا أقول له آخر حاجة اللي هي العراق والشام أسأل رقم أربعة ما النتائج المترتبة على عمل الرسول صلى الله عليه وسلم في شبابه بحرفة رعي الأغمام إيه نتيجة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعمل في شبابه بحرفة رعي الأغمام الإجابة تعلم منها الرحمة والرقفة يبقى تعلم من رعي الأغنم إيه الرحمة والرقفة آخر رقم اتنين فسر العبارة التالية كان الرسول صلى الله عليه وسلم يجتمع مع المسلمين في دار الأرقم ابن أبي الأرقم ليه أقول لك ليتلوا عليهم القرآن الكريم ويعلمهم أحكام الإسلام أسأل رقم ثلاثة حدد بعضا من الصفات النبيلة التي اتصف بها الرسول صلى الله عليه وسلم الرسول اتصف بصفات حلوة خالص نبيلة إيه هي الصفات دي أقول لك رقم واحد كان حليما مع أهله رقم اتنين يدخل عليهم باسما رقم ثلاثة كان يساند العجوز رقم أربعة كان يزور المريض رقم خمسة كان يعطف على المسكين أو المسكين رقم ستة كان يلاعب الأطفال وكان يقدر المرأة السؤال رقم أربعة دلل يعني عايزين دليل أو برهان على صحة العبارة اتصف أبو بكر الصديق رضي الله عنه بالحكمة والقدرة على مواجهة الموقف الصعبة خلال فترة خلافته عايزين دليل أقول له حرب المرتدين وانتصر عليهم فأعاد للدولة الإسلامية وحدتها وأمنها بكده حباب قلبي ننتهي من حل تدريبات سلاح التمييز على شخصيات المحور الأول صفحة 132 بدعوكم لعمل سبسكرايب أو اشتراك على قناة العلم والمعرفة مع تفعيل زر الجارس لكاسلكم كل جديد وإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته